رأيك في يورغن كلوب؟ أخذ الشامبنز ليك يعني هو مدرب جامد جدا المشكلة السندي فين يا سيدي؟ المشكلة نتكلم على السندي إحنا ممنوع ننسى يورغن كلوب السندي الدفاع الأساسي متعور وهو كل ماتش بيلعب بدفاع مختلف وفي إنجلترا أما واحد بيلعب بالنسبة لي أنا أجمد دوري في أوروبا يعني كل يومين ثلاثة مباراة وأنا مش عندي الدفاع الأساسي واحد زي فاندايك وأور بقيله مدة طويلة طبعا يأثر على الدوري على الدوري بشكل جيد علاقته بقى بصلاح في الفترات الأولى كان علاقة أكتر من رائعة وأنت يعني متابع جيد كمان للبريمير ليج تبتكر العلاقة توطرت شوية أو بدأ صلاح يفكر في جزء من هذا الموسم الانتقال خارج البريمير ليج ولا أنت شايف أن صلاح أفضل لي أنه يكمل في ليفر بول يعني أنا رأيي شخصيا أفضل لي يفضل في ليفر بول عشان هو محبوب قوي من الجمهور ومدرب زي يوم كلوب بيحب اللعيبة اللي عاملين زي محمد صلاح وعنده هو كمان تجربة مع مصريين مع محمد زيدان صحيح جابه على ماينس وجابه ولعب في بريم ومن بريم جابه على دوتموند يعني هو بيحب اللعيبة المصريين وأنا يعني لو مكان محمد صلاح أفضل في ليفر بول هم بس حظهم السنة دي فعلا مش كويس عشان موضوع الدفاع اللي متعور طيب على مستوى يورجن كلوب ويمكن زي ما أنت بقلت المنتخب الألماني دايما وخاصة على الإدارة الفنية بتقعد فترات طويلة لأنها بتشتغل ببلانونج بخطة معينة النهاردة لوف طبعا أعلن أنه بطولة أوروبا هتكون هي المحطة الأكيرة بعض الأسماء اللي اتطرحت منها يورجن كلوب صحيح مين من وجهة نظرك أن يكون أقرب لخلافة لوف في القيادة الفنية للمنتخب الألماني يعني أنا أنا من رأيي بعد الموسم اللي حصل دلوقتي في إنجلترا ويورجن كلوب أخذ الدوري الإنجليزي بعد 1990 يعني ده إنجاز جامد جدا طبعا بعد 30 سنة غيرها بعد 30 سنة أخذ الشامبينس ليك بعد ألف سنة ألفين وثلاثة مكان بنيتس ماسك الفريق دوا يعني كاس العالم الأندية يعني عمل كل حاجة في ليفر بول وفي إنجلترا وهم بيحبوه حتى يعني لو السنة دي مش ماشي كويس لو أنا في مكان يورجن كلوب أمسك المنتخب ألمانيا إن شاء الله في مكان يورجن كلوب دلوقتي الطايم إنه يمسك الطايم يمسك منتخب ألمانيا عشان ده هدف جديد وهو محبوب جدا 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 في ألمانيا من أي جمهور جمهور بتاع بايرن ولا جمهور بتاع دورتمون هو يعني إنسان شخصية هو حتى كان بيكسب كان بيعمل نجاحات مع دورتمون كان محبوب الرغم ده صعب جدا في ألمانيا إنك على مستوى دورتمون وبايرن وأن فيه مدرب دورتمون يكسب بطولة منك إذا كان بطولة كاس أو بطولة دوره ويفضل جماهير البايرن عندها احترام كامل ليورجن كلوب في هذا الوقت كمان فده شيء دي حاجة مستحيلة بالضبط بالضبط أنت عارف العقلية الألمانية وبالذات الريفاليتيت ما بين دورتمونت وما بين بايرن بيونغ صحيح